في الملف السوري اعلنت روسيا رغبتها في تنظيم لقاء في اسرع ما يمكن مع الاردن والولايات المتحدة لبحث مستقبل محافظة درع السورية في جنوب البلاد ولفت ميخايل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي الى ان الاتصالات مستمرة مع الاردنيين والامريكيين بشأن هذه المنطقة التي تنتشر فيها مجموعات مسلحة عدة تزامنا تكثف الحديث عن اتفاق اسرائيلي روسي يقضي بابعاد ايران وحزب الله عن جنوب سوريا المحاذي للجولان المحتل والاردن ترددت في الصحف الاسرائيلية تقارير تفيد بان موسكو وتل ابيب اتفقتا على السماح للجيش السوري من دون القوات الايرانية وحزب الله باستعادة السيطرة عند الحدود الجنوبية المحاذية للجولان المحتل والاردن هذا الجو يأتي مكملا لتصريح وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف الذي اعلن قبل ساعات ان الجيش السوري يجب ان يكون القوة الوحيدة الموجودة عند الحدود الجنوبية لسوريا بالتوازي كشف عن مقترح امريكي يحمله ديفيد ساترفيلد ويتمثل بانسحاب الميليشيات السورية وغير السورية الى عمق 20 الى 25 كيلومترا من الحدود مع الاردن نقل مقاتلي المعارضة وعائلاتهم الى ادلب ويقدر عديدهم بنحو 12 الفا عودت الجيش السوري الى الحدود ومؤسسات الدولة الى درعا اعادة فتح معبر نصيب بين سوريا والاردن تشكيل الالية امريكية روسية للرقابة على تنفيذ البنود واللافت ما كشف في اقتراح ساترفيلد عن احتمال تفكيك معسكر التنف الامريكية واللافت ايضا ما نقلته صحيفة هارتس عن ان الاسد طلب من ايران وحزب الله ابعاد قواتهما العسكرية عن الحدود السورية الاسرائيلية لمنع تدهور الاوضاع وبحسب التقارير الاسرائيلية فان التفاهمات مع موسكو لن تقيد حركة اسرائيل وضرباتها ضد مواقع تابعة لايران وحزب الله في باقي سوريا ويبقى الاهم معرفة موقف ايران وحزب الله من تلك الاتفاقات التي تحدد مصيرهما في منطقة لطالما شكلت اولوية وخطا احمر بالنسبة اليهما في محاذاة الجولان المحتل اشتركوا في القناة